هما قالوا تونس اصلها تتبع الجزائر بش يحشم منك بش يقول لك ازاي تبعني ولا الدقلة تبعتني ولا الواحد تبعتني ما يحشمش منك هو عنده صحة رقعة هو قال تونس تتبع تتبع الجزائر ما يحشمش منك كنت قبل رهو مكرغل انا انا اصلا كنت مكرغل اقبل والحمد لله ربي منع علي وفقد واختيش فقد واختيش فقد كي خرجت من خارج تونس عرفتم على حقيقتهم راهم يكذبوا كما يتنفسوا يا لطيف يا لطيف يكذبوا راهم كما يتنفسوا فامتني هذا البرنوس اكبر من دولة الجزائر فامتني عمره اكبر اقدم اقدم قل اقدم اي اقدم اي اقدم احنا اللغة العربية متاعنا ماش هي اسعد فامتني باش نعرج على السيد اللي يزيد احكيها على السياح الجزائر يفتخر يقول ندخل التونس ونصرف مئة اورو يا اخي مئة اورو احنا مواطنين بالخارج نصرفها في قاعدة مطعم والله مطعم في عشاء واحد في ساعة في ساعة في ساعة نصرفها مش في ساعة اقل من ساعة انا نعبط المطار نصرف مئة اورو درجة خمسة دقائق معناته يفتخرون يقولوا مئة اورو وراه مئة اورو نفحكوا نحنا نفحكوا يعني هو مئة اورو بيصرف هالجزائري في كم في تونس يعني خلال كم ساعة؟ يمكنني عندهم كبيرة جدا يمكنني عندهم كبيرة جدا قتلك البارح قتلك عنا مليون ونصف تونسي خارج تونس معناته مستحقين لمئة اورو اقل تونسي راه يهبط التونس اقل تونسي مواطنين بالخارج يهبط تونس اقل حاجة يصرف ما بين ثلاثة الاف سبعة الاف اورو اقل حاجة هذا الفقير راه فقير فامتنين بايه قلت قبيليكا شبية تونسة معنتها ما همش يدافعوا كيمة المغاربة تعرف عليش احنا احنا توافقنا بيهم كنا مغيمين قبل توافقنا بيهم طوا لكن احنا عنا ثيقة في منتوجنا وعنا ثيقة في اللباس متاعنا ما نستحقوش بش ندافعوا خطر التاريخ التاريخ هو اللي يتحدث علينا فامتنين تدخل لأي موقع اي موقع الانترنت تكتب تكتب اي حاجة على تونس تخرج لك الف الف ارتيكل فامتنين قبيليكا وقتا تحكيه ادخل تكتبت السوق السوق التقليدية التونسية الاخ تونس قرتاج قبيليكا قال الاربعين الف والله العظيم يا اسعد السوق هذا في تونس داخل تونس للصناعات التقليدية يحب لك اقل حاجة اقل حاجة ثلاثة اذا اذا ثبت لكم ان هناك شيء تم خنشلته فلابد ان تفرحوا هذا الامر وتظهروه للناس هما مفضوحين ديشا مفضوحين هما ما نستحقوش بكتبه هما مفضوحين هو سيء معناته هو تتأيدت عليه الحكاية هذه لا نستحقه هو مفضوح اصلا مفضوح العالم يفضح فيه فامتنين باش نعطيك زيدا انا اشتارتلي ترفع مع اخ جزهري فامتنين امن احترمهم خارجين من مسجد خارجين من مسجد نلقاو ده الدقلة اللي هي التمر التمر كل واحد اخذها واحدة ولو اخرش قال يتعرف هاذيك اشنه قطلوا هي الدقلة ابنينا هذي قال يذيك دقلة النور متاعنا متاع الجزير والله احشمت اضحكت ما جاوبتوش قطلوا هي ابنينا دقلة النور هي دقلة النور متسمية على تونس تسمية على تونس وليت معناتها سمواها بسمهم دقلة النور بسمهم وليت ما نبعدوش ببعيد يا اسعد انتي ما كتعيش في الانجليتير تعيش في الانجليتير تدخل الحوانت الكبار معناتها وين يبيعوا المنتوجات دائما ستجد المنتوج سوى المغربي التونسي لكن الجزيري لا تجده في هذه لا لا نجده نجده لا تجده تلقاها في الحوانيت المغربية الصغيرة انا احكي على الكبيرة احكي على الكبيرة يعني انت تكسد الحوانيت الانجليزية نفسها لا الحوانيت الكبيرة المتسمية معناتها ايو ايو الاسماء الكبيرة يعني مثل اسماء الكبيرة تلقى الزيت الزيتون تونسي تلقى الزيت الاسباني الايطالي المغربي لكن لا تجد الزيت الجزيري ما تجدوش تجدو في الحوانيت الصغيرة تامر 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 تلقى تلقى الزيت الصغيرة انا اعيش البر اراها اعيش خارج تونس عند الباكستاني ايو عند الباكستاني لا باكستاني ليس السوبر ماركت ما مش سوبر ماركت حانو تصغير هذاك في باكستاني ولا المغربي ولا التونسي هذه حوالية صغيرة يجبوا فيها يعملوا فيها توريد فهمتني لكن كدول تلقى البضايع هذه التونسية تلقى بضايع مغربية تلقى البضايع اللبنانية لكن لا تجد البضايع الجزائرية طيب يا اخي كستانوفا وكستاريكا انتو تصدرون اشياء الى الجزائر هل هناك صادرات تونسية تذهب الى الجزائر ما اهمها تحديدا عندنا زيت الزيتونة معروفين زيت الزيتونة بتقى الله ما عندهم زيت الزيتون هم عندهم الارغان الارغان طلع جزائري شنوع الرقان بازه... الارغان زيت الارغان طلع جزائري فمabo منك بزيت الزيتون اكيد عندهم زيت الزيتون له هم قالوا تونس الطبع تبع الجزائر ما ميخشبش منك. هو مرأة توا شوف يا عزة. كنت قبل راهم كرغة لانا انا اصلا كنت مكرغة لقبل. والحمد لله ربي امن علي وفقد. واختاش فقد. واختاش فقد. كي خرجت من خارج تونس. عرفت معل حقيقتهم. راهم يكذبوا كما يتنفسوا. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. يكذبوا راهم كما يتنفسوا. وهذه هي حقيقة. حيب لحظة 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 لحظة. هذا النظام يعيش في عام ١٩٤٠. شعبه فقير. هو يرويج. يرويج للشعب الجزاري. يرويج للجزاريين. اللي هذا النظام الجزاري يساعد في تونس. كي يخفي فشله مع الشعب الجزاري. معتبش يقول. شوفوا التواسف خقراء. هانا نعاونوا فيهم. احنا اسكتوا. يا انسان ما عندكمش لا مال لا ذو لا ماكل. ما عندكم والو. كما يقولوا يقولها تزيري. ما عندكم والو. عايشين الفقر عايشين الهم. افقر واحد في تونس نحنا يعيش. ويمشي القهوة. ويتعشى. ويمشي للبحر. ويتفسح. وشايخ. والتو ما رأيكم عايشين في الهم. وفضى يحكم هوق خرج. هما عايشوا في صدمة. الان يعيشونا في صدمة. لماذا في صدمة؟ لان الشي كان متخبي كان مخفي. هذي هالتيكتوك فضحهم. هالفيسبوك والتيكتوك فضحهم. خرجهم على برا عراهم. هما مصدمين. هما الحق. يعني انت مصدمين منه. ما عارفوش مني كيفاش يدخل. استعرفوا استعرفوا. احنا نستعرفوا رابع. احنا كتوانسة. صحيح. عنا الفقر. صحيح. عنا مشاكل. لكن ليس كمشاكل. ليس كمشاكل للجزار. فامتنين. والحمد الله. احنا دولة متقدمة. طيب. يا اسعد. يا كوزا. يا رأي الجزاري. لحظة لحظة لحظة. الجزاري لما ينزل على تونس صدقني عبارة بنزل على سويسرا. عبارة على سويسرا. ينبهر. فامتنين. ينصدم صدقني. عنا عنا نزل سياحية معناتها خمسة نجوم. خمسة نجوم واربعة نجوم. معناتها العالم مستعرفين بها. وتدخل على اي اي سيد في انترنت في على جوجل تكتب. تكتب اي منطقة في تونس وتخرج لك اسعار بالدولار بالاورو. معناتها ما ينجم الشوقة ده حياته كاملة يحلم بشو يدخل النزل لها ذاك. طيب يا اخي كوزا شوف. امان انا ساعطيك يا اخي الجيرين انت اخر مداخلة لانه عندنا مباراة بريطانيا الان. يعني هم لا ينكرون انكم ساعدتموهم في الثورة. طبعا هم يعترفون ليس محبة فيكم يا توانسة. وليس انصافا لكم يا توانسة. وانما نكاية بالمغرب. هذا عشان تعرفوه. انا سمعتم في اكثر من لايف. يقرون يقولون التونس احتضنت ودعمت بالسلاح وفعلت وفعلت. طبعا نكاية في المغرب وليس حبا فيكم. وايضا يعترفون بانكم دعمتموهم في العشرية السوداء. يعني حتى لو انهم بيدعموكم اليوم. عادي يعني هذه يعني يردون لكم جمائل سابقة. فهمتني. بالايدلة وبكل شيء. وجاء مع انت تعطي لتونس. والله نقعد مستغرب. دي جاء هوا كالجاوب لاخد تونسي تونس ذاكالجاوب. وعطاه بالايدلة. كيف نحكي لك توا. كيف نمشيها وكيف نمشيها وكيف نمشيها وكيف نمشيها وكيف نحكي معهم باللغة الفرنسية. يفهمو شوية خطر الجزائرين باللغة الفرنسية. نظرت لخبرة على السيد في الآنמן scene آفريا. فهمتني. قلت للمشيها وكيف نمشيها وكيف نمشيها وكيف نمشيها وكيف نمشيها ومقير آخر. هذه مصادر سيدة. ماذا بدلي مصدر معناتها الجزائري. وجاي قولي عين تونس. وباع وجاي يحكي قالت وين سيجي ويطلبه. باش نعطيك مثال انا سي اسعد. انتي على الحدود السعودية. افتراض تسكن على الحدود اليمنية السعودية. يساعدك تهبط السرعة تشري. ولا تمشي لحدود الجزائرية ارخص. هذا مواطن. هذي مواطنين تونسيين يعملوا فيها. فهمت ايه. نلقى انا كمواطن تونسي نسكن على الحدود الجزائرية. نلقى حاجة رخيصة. في الجزائر. من حقي ندخل نشر حاجة رخيصة ونخرج. فهمتني? هذي حاجة عادية معنا تبقى. على الحدود تقع في كل الحدود. فهمتني? حتى ما بين امريكا كندا فرنسا ايطاليا هذي موجودة. فهمتني? حكاية الاخت المهرى قبريكا قالت على لو معناتها نجيبشي عن تونس. اه الاحداث صارت في قفسة في سبعة وعشرين الى الله او بش نعطيك الدات بالضبط. سبعة وعشرين جنفيا الف وتسعمائة وثمانين. هذي معنات التدخل معناتها للجزائر وليبيا صارت تحديث في قفسة. صحيح المغرب قدمت معناتها معناتها اعطات مبادرة كانت تحبوا مساعدة نحن هنا. لكن ما جيتش معنا ما قدمتش مساعدة مبادرة معناتها كما نقولو آآ آآ بادرت بمساعدة تونس فهمتني ايه. هذه هي حداث قفسة بش نجيب على اخت المهرى. آآ شنو اخر بش نجيب على الى الله محمد رضا. بليكا جاء بليكا سلتني يا اخ اسعد عن الجزائرية. عنا عنا بارشة مبادلات وينجموا يدخلوا للسيت متاع افريكان ماناجر وتشوفوا ليزي شانج كوميرسيو اندخلات تونيزية للجيغي معناتها تطلعت انتيار وتشوفوا معناتها تونس شنو تصدر للجزائر. احنا رانا بش نكونوا واضحين يا اسعد. راهوا لا ننكروا ان تونس مريضة. مريضة تونس هذا لا ننكروا. لكن لسنا محتاجين للجزائر. راهوا عنا الكفات. عنا كل عنا نصنعوا في الكراهب في السيارات. عنا تصنيع السيارات في تونس. فهمتني منذ اذر لي منذ الفين وتسعداش والفين وتماتاش كان يصنعوا لي يا اخوة. فهمتني. عنا لدرون نصنعوا لدرون. عنا الاطباء. معناتها مينش محتاجين لدولة تعيش في عام الف وتسعمية ورغين بش تساعة تونس. احنا نحب نقدموا وما نحبوش نواخر.